النهاردة لازم نمدح الداخلية لسلوك بعض افرادها ومنهم احمد شاكر واللفتة اللي عملتها كمان من نهاردة وزارة الداخلية لفتة مهمة جدا يوم 13 نوفمبر اول امبارح امبارح 13 نوفمبر امبارح في مسجون اسمه محمود حسين محمود حسين جمعة النهاردة ايه بتقولولنا النهاردة يا جماعة في ايه 13 نوفمبر النهاردة 13 نوفمبر اللي هو النهاردة الاربع في مسجون اسمه محمود حسين جمعة محمود حسين ده كان زميلنا في الاعلام وانا عارف بداياته كويس محمود ده كان بيشتغل الاول في اذاعة صوت العرب زمان وبعدين انتقل الى القنوات المتخصصة واصبح رئيس تحرير ومحرر النشرات في قناة النيل للاخبار المتخصصة وبعدين بقى مراسل بيعمل رسائل وتقارير خارجية وبعدين في بداية الالفنات ومع احداث 25 يناير انتقل جات له فرصة عمل عشان يبقى مراسل في قناة الجزيرة ومنذ ان انتقل هناك وتحول بقى تحول كابير وبقى يعني مش مهم اتكلم بقى عن المعمل بس في النهاية يعني اخطاء وجرائم كثيرة ارتكبها هو وزملاء اخرين اشتغلوا في قناة الجزيرة ويدسوا اخبار واتفاكرين لما كان فيه مراكز للبث هنا بتاعة قناة الجزيرة بدون اذن وبدون سلطات هو اللي كان بياخدوا بيخبلهم الاجهزة والساتيلايتس والاس انجيز والحاجة بتاعة البث يعني ربنا يعافينا جميعا ويهدينا جميعا الى سواء السبيل المهم انه خد حكم وتحبس ثم توفى والده النهاردة توفى والده النهاردة فما كان من وزارة الداخلية الا ان هي سمحت له انه يخرج من السجن وبصحبة حراسة ويروح لحد مركز ابو النمرس في محافظة الجيزة ويشارك في دفن يشارك في دفن والده وتشيع الجنازة والصورة هي وهو مرتدي اللبس الابيض وبيشكر وبيشكر وزارة الداخلية انها سمحت له انه يشيع جثمان والده الى مثواه الاخير هو اللي حصل النهاردة قانون اللي حصل النهاردة روح القانون عرفتوا ان السلسلة متصلة ما بتطعش القانون انا مالي انت عندك انت بسجون وعندك وانا تاني ما بكوحة بتبعت بالكليل هي كوحة تيجي في وش الناس ايه الكوحة ايه علاقتها باللونجة يا استاذ با ايه كلام في البرتقان ايه كلام برضو مشاش حاجة كوحة عادية العطسة هي لتخاف منها وتبعت اللهم اصلي عاست محمد القانون انه محبوس ويقضي فترة حكم ومين يموت مين يعيش مش قضيتي وانا كل حد بيحصل له حاجة هطلع حيراسة امنية معاه واحتمالي يبقى يهرب وبتاعه لكن روح القانون كده انه ده شخص بيقضي عقوبة بيقضي عقوبة هيخرج منها بعد ما يخرج هيبقى مواطن خلاص سقطت عنه التهمة وسقطت عنه العقوبة والسجن المفروض انه هو اصلاح وتأذيب وتأهيل لكن فقدان الابة والامة ده حاجة صعبة اوي 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 فان انا اسمح لك ان انت تروح تبص بصة اخيرة على جثمان والدك وتشيعه وتبقى انت اللي سهمت في دفنه وتاخد عزاه حاجة حاجة هتزود احساسك بالحب والانتماء وانا متأكد ان محمود حسين دلوقتي وهو في السجن نما رجع كله عرفان وامتنان لوزارة الداخلية وللبلد انها سبحت له وعمل كده اتمنى يعني ده يكون اللي جواه فتطبيق روح القانون والقانون الانساني في رأيه اهم بكتير 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 من قانون العقوبات او قانون الجنائي ده في رأيي والمسج بين الاتنين هو الجامعة بين الحسنائي